تحت إشراف والي ولاية عنابة السيد بريم جمال الدين وبالتنصيق مع مديرية الثقافة بالولاية احتضنت دائرة برحال فعاليات الاحتفالات بالربيع الثقافي في طبعته الأولى وذلك بحضور رئيس الدائرة ومدير الثقافة والسلطات الأمنية والمدنية التظاهر التي كانت بمشاركة كل من بلديتي برحال والتريعات عرفت عدة مشاطات فلكولورية وثقافية وكذا أدبية وعلمية كما كانت فرصة لإبراز توراث المنطقة من أطباق تقليدية وحرف يدوية تعكس أصلة الإنسان بأرضه في منطقة الإيدوغ الأشم كاميرا الجزائر أنوان كانت حاضرة ورصدت أهم مجريات هذا العرس الثقافي الذي شهد إقبالا فائقا من مختلف أنحاء الولاية نحن شعب برحالنا شعب مذياف ونزيدوا حاجة لأول مرة نعرف طراث بلادنا للمجاهدين وللأبطال اللي يخلوا أن هذه البلاد حرة مستقلة في حال ملاحة الانتباه للشباب هذا أعمال تقليدية لقلنا رجعوا شرية لورا نبقى مجدوم القدام 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 حتى نروحنا فيها وهو كما الحاجة الله يبارك هاجة فكرت يامتها هاي قاعدة تشوف هاي قاعدة تفكرت على كل حال الله يبارك الله يبارك الشبابية هذا المعرض الذي يدعوه هنا نحن قلوبنا قلتوا في البداية أن الثقافة هي ضامن لأمن الإنسان إن شاء الله العارفين بهذا الأمر أن الطبيخية الوسطية هي أصل الثقافة عندما تغني أغنية نتساءل أو نقل العالم قبل الحرب العالمية الثانية ما يجعل لنا هذا اليوم يوم نحتفي به مع بعض ونقدم أفضل ما لدينا ونوري العالم أننا نحن شعب أيضا لدينا عاداتنا وثقاليدنا وثقافتنا إذن نحن نعيش أجواء الربيع الثقافي لدائرة برحال وهي تظاهرة تقافية كبيرة جدا تشمل بلديتين هما بلدية التريعات وبلدية برحال عقدنا هذه التظاهرة اليوم أمام ساحة بلدية برحال وداخل أيضا قاعة بلدية برحال نحن ما قمنا به وأننا ألقينا بالثقافة إلى الشارع فاحتضناها الشعب وبيننا وبرهننا بلدي الجزائر العميقة تحتوي على الكثير من المواهب الإبداعية برحال احتضنت الظورة الكولة للربيع الثقافي العنابي وكانت هذه الظورة مثلت بلديتين كانت كقافلة ثقافية حية يعني نشهد كل اللي كان قف عليها وكانت العالمة التمتياز على نجاح هذا اليوم الثقافي كانت مكهوطة للجمعيات وكما قلت أنا جدا دائما سعيد نطلب إن شاء الله من هذه الظورات الثقافية تكون متكررة على مدار العام الثقافية ناجحة وكانت إن لم نقل جيدا نقل بإمتياز الشيء اللي شفناه اليوم في هذه التظاهرة شيء عظيم ينبع عن شعب عظيم هذا الشيء اللي شفناه اليوم دلالة على عراقة هذا شعب هذه المنطقة نحن نتمنى وإن شاء الله ستكون لسي مرارية هذا احتفال كبير نحتفلوا به في الربيع الثقافي العنابي لأول مرة واللي حسينا باللي راهوا تظاهرة الله يبارك مرت على خير واكتشفنا عدة مواهب وطاقات في بلديت بالرحال والطريعات